على الرغم من التعقيد الذي تشهده مخرجات الانتخابات النيابية ونتائجها فإن التوافق والتسوية على مراشح رئاسة الحكومة القادمة ما يزال خيارا قائما رغم الخلاف الحاصل بين الكتل المتصارعة على أعلى منصب في الدولة العراقية فالتحركات والتقاربات السياسية جارية على قدم وساق بين الكتل وزعاماتها دون طرح اسم جديد للعلن لتصدر المرحلة المقبلة سوف تذهب باتجاه التوافقية وأعتقد الحل الأنسب سوف يتكرخ كما حدث بعد انتخابات 2018 بالذهاب إلى مرشح تسوية مغابين الكتل السياسية من أجل الاتفاق والإسراع في تشكيل الحكومة نذهبون إلى حكومة التوافقية وإن هناك أسماء مطروحة من قبل الكتل الموجودة داخل الحكومة والتي حصلت على مقاعد من هذه الانتخابات بالتالي سوف يكون هناك حكومة توافق ومرشحين تسوية من هو رئيس الوزراء المقبل؟ التيار الصدري يرفض الذهاب إلى خيار مرشح التسوية أو التوافق ويؤكد أن مشروعه هو السعي نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية مؤكداً ذهابه إلى المعارضة في حال عدم حصوله على هذا الامتياز من خلال التفاوض مع القوى الأخرى أراد دولياً من معظم الأطراف الأقليمية ببقاء سيد الكاظم وهناك مانع داخلية حول تجديد ولايته كما أن مبدأ المرجعية المجرب لا يجرب بقي حاكماً على هذه المعارضة وبالتالي أعتقد أنه سيوى لا مرة ثانية وتبقى قضية طرح الأسماء سابقة لأوانها حتى يتم الحسم الحقيقي لنتائج الانتخابات والمصادقة عليها ومن ثم مناقشة الأسماء بجدية من بغداد نسوسف قناة الفلوجة